موسيقى مشاهدي الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الجديد برنامجكم الرياضي الأسبوعي على قناتكم ميديان تيفي بانوراما سبورة في حلقة هذا الأسبوع سنضع تحت المجهر ظاهرة دائمة الحضور في الدور المغربي لكرة القدم بقسميه الأول والثاني وهي ظاهرة إقالة المدربين هل المدرب هو المسؤول المباشر عن نتائج السلمية؟ هل وفرت له كل أسباب النجاح وأخفاق؟ هل الجميع قام بعمله على أكمل وجه باستثناء المدرب؟ لذلك يستحق الإقالة؟ أم أنه كبش الفذاء؟ والحلق الأضعف؟ والحل السهل لتهديئة الجماهير عندما تسوء النتائج؟ ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة فاس المدربة السابق لنادي ويدة فاس الإطار الوطني مراد فلاح أهلا بك مراد وشكرا على تلبية دعوة برنامج بانوراما سبورة أهلا وسألنا عبد الله وتحية حب واحترام ومتقدير للمشاهدي قناة ميدياة الدنبيك أهلا بك ومن مدينة طنجة ينضم إلينا المدربة السابق لنادي أولا بك أسفي الإطار الوطني جمال فوزي أهلا بك جمال وشكرا على تلبية دعوة البرنامج أهلا وسهلا سابق الله وتحية طيبة للمشاهد الكريم وتحية خاصة للزميل مراد فلاح أهلا بكما والترحاب موصول بطبيعة الحال لصديقي وزميلي فؤال هنويسي فؤاد أهلا بك مجديد في بانوراما سبورة أهلا بك سابق الله ومرحبا بالضيوف الكرام في هذا الموضوع الشائك واللي ربما حاضر دائما في كل موسم لكل تأكيد سيفؤاد إذن قبل أن نبدأ النقاش مشاهد الكرام يتابع التقرير التالي حول ظاهرة إقالة المدربين في الدور المغربي لكرة القدم بقسميها الأول والثاني في عهد الهواية كما في زمان الاحتراف وفي قسم الكبار كما في القسم الثاني ظاهرة تغيير المدربين لا تكاد تختفي حتى تعود من جديد لتطيح بربان جديد بعد كل كبوة هذا الموسم وعلى غرار المواسم السابقة رقصة المدربين بدأت مبكرا عند سريع واتزم الذي استغنع عن المدرب فؤاد الصحاب بعد جولتين فقط على بداية البطولة ثم توال تسقط المدربين الواحد والآخر ليصل مع نهاية الجولة الثانية عشر لعشرة مدربين في تسعة فرق الحال في القسم الثاني بنفس الإيقاع أيضا تسعة فرق غيرت ربانها والحصيلة مرشحة للارتفاع في قادم الدورات في الصدارة كما في أسفل الترتيب فرق تستغني عن المدرب وتبحث عن نتائج إيجابية قد تأتي وقد لا تأتي لكن وجب تغيير الربان وكفى ظاهرة تغيير المدربين تجد تفسيرها في غياب مشروع متكامل وستراتيجية واضحة لماذا سنتعقد مع زيد وليس عمر ماذا لدينا وماذا نريد وماذا يمكننا أن نحقق مقارنة بالإمكانيات التي نتوفر عليها العقد شريعة المتعقدين لكن في كرة القدم النتائج هي الشرط الوحيد لإفلات من مقسلة الإقالة وأحيانا حتى النتائج الإيجابية لا تشفع ولن العبرة والمثل مع أندية كثيرة لجأت لسلك مستارة الإقالة رغم أن من كان يتحمل المسؤولية نجح وبامتياز في تحقيق الأهداف المسطرة والحادث طبعا عن لسعد الشاب المدرب السابق لنادي الرجاء القاعدة هي بقاء المدربين لفترة طويلة لخلق الانتجام وتحقيق النتائج الإيجابية لكن في الدور المغربية الاستثناء هو استمراره لفترة طويلة لأن المدرب هو كبش الفداء والإقالة هي الحل السهل لتهديئة الجماهير عندما تسوء النتائج إذن ظاهرة إقالة المدربين هي ظاهرة عالمية لكن في الدور المغربي طبعا لها طبع خاص وتحتاج لنقاش من زوايا مختلفة لذلك أثرنا في برنامج بانورا مسبورا من الصديفة مدربا من القسم الأول بدأ الموسم مع فريق أولمبيك أسفي لكنه لم يكمل المشوار وتعرض للإقالة وهو جمال فوزي ومدرب من القسم الثاني انفصل أخيرا عن فريق ويدد فاس ومورد فلاح من أجل مناقشة الموضوع بشكل آني وليس بناء على تجارب قادمة بل حديثة في بطولة أنهت عقدها الأول بعباءة الاحتراف أبدأ معك فوزي جمال تعاقتها مع فريق أولمبيك أسفي قبل نهاية الموسم الماضي بجولات لكن الرحلة انتهت قبل نهاية الثلاثة الأول من الموسم الحالي بداية هل في الأندية المغربية الشروط الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية بكل صراحة باش نجاوب على السؤال المطروح في هذه الحلقة وأنه علش كنشوفه إقالات كثيرة في البطولة الوطنية يعني في السؤال نتعكم كين جواب لأن كل فريق عنده خصوصيات ديالو إذا بغيت نتكلم على مثلا تجربة ديالي لحد الآن أنا كلما كان أخذ فريق وكان أخذ فريق يعني في إزمة في واحد الوضع أيام إزمة يعني باش نخرجوا من نتائج مثلا أسفي أنا أعطي مثلا أسفي ولا مراكش خديتهم في آخر السنة باش نخرجوا من الإزمة من كان نخرجوا من الإزمة كان بدأوا نشتغلوا كان بدأوا نشتغلوا ولكن ما كان صحوش ذلك الأخطاء اللي كانت في السنة القديمة ولسيما إحنا مثلا في أسفي أنا أعطي مثلا أسفي في الأخير وحتى تمرك شكل نفس الشي يعني كين جوج طرق المدريب كيف يفكر فيهم كي يجي الفارق أولا كان في تقديم متاعكم متاع الموضوع قلتوا أنه واش كين الفرق اللي عندها مشروع أنا كان مظن باش نجاوبك بكل صراحة لا يوجد مشروع داخل البطولة الوطنية المغربية لا يوجد في جميع الفرق باستثناء واحد جوج لا ثلاثة الفرق اللي عندهم واحد استقرار الإداري فقط إلا استثناء فريقين من ريبات الجيش الملكي والفتح وزيادة على هذا الشي النهضة البركانية يعني جل الفرق كتعاني مأزمات مالية كتعاني مأزمات يعني كين مشاكل اللي ما تخليش باش مدريب ينجح ولا حتى المسيرين ينجحوا في المهمة دياله أنا اللي تكلمت على أسفي مثلا جينا في واحد المرحلة صعبة الحمد لله استطعنا باش الفريق ما ينزلش لقسمة وطني التاني كنا بدينا الاشتغال ديالنا ما كانش بزاف الوقت لأن حتى هذا الازمان تع كورونا اضطرت حتى مرحلة تتهيئ ولكن هذا كان مشكل جميع الفرق يعني كان عندنا واحد شهر باش نوجد الفريق ما ستطعنا باش نجيبوا لعابة جداد لأن كما قلت لك كين طريقين كيتعامل معهم مدريب من كي يجي الفريق إما كتكون استمرارية إما كتكون غبتور ما بين اللي باسي يعني من كتكون كتدوز مرحلة في فريق كان عانى مشاكل كثيرة مثلا أسفي كان خصت تكون واحد القطيعة ما بين الماضي ونبدأوا نبنيهم جديد إحنا يا أسفي بويسكو كانوا لواحد ثلاثة اللعابة اللي كانوا أساسيين مشاوا بني الشو، الصبار، القعداوي كانوا مشاوا من لعبين أساسيين ما استطعناش باش نجيبوا لعبين يعني مرابط كان مشاق بالسنة اللي كان قبل كان مشاة المحمدية نظن بأن ما استطعناش باش نخلفوا بالكاليتي دي جوار ما استطعناش باش نقططبوا نجيبوا لركريتي ودوتر جوار علاش لأن كان الفريق يعاني موحدة أزمة مالية خانقة نتمنى الله يخرجوا منها لانا إلا ما جابوش واحد ثلاثة ولا أربعة لعبها أجداد نظن بأن الفريق غادي يعاني يعني إحنا اشتغلنا شنو قلنا قلنا أن نستخدم هذا الشيء بواحد العمل يعني نستخدمنا بزاف واشتغلنا بذلك الجوار اللي كانوا نستخدم في السنة اللي كانوا قبل يعني الفريق إلى شتيت درتيغي واحد دي تيت استاتيستيك كتشوف بأن الفريق كان عنده واحد ناس منتعة سجيل هدف ضده واحدة وربعين هدف نعم بداية جمال مع المدرب عبد الرحيم طاليب موفقة لحد الآن نتمنى أن تدوم وأن لا تكون مجرد صدمة البداية عندما نغير مدربا ما فالنتائج الإيجابية تأتي لكنها سرعان ما تغيب إذا كنا نتحدث عن غياب الشروط الضرورية من أجل النجاح أو من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في القسم الوطني الأول كيف هو الحال مراد في القسم الوطني الثاني الخسم الوطني الثاني صعب جدا والأخ فوزي رأس بقلو الشغل في القسم الوطني الثاني جميع الفرق لأنني أدرك بفرق قسم الأول تعاني من أزمات مادية خانقة كثير من الأندية على شبح الإفلاس الإشكال هو أن المسير في القسم الوطني الثاني لا يؤمن بمشروع يؤمن بالنتائج وكذلك حتى الأهداف المسطرة لا تصخر لها إمكانيات لتحقيق ديالها أنا في الحالة ديالي التعاقد ديالي مع فريق الوداد الرياضي الفاسي كان أسبوع قبل بداية الدوري كانت مجازفة مني صراحة أعترف لأنني أخطعت المجازفة لأن لم أكن أعرف جيدا أن الفريق لم يقوم بالسعدادات بشكل جيد هناك إصابات كثيرة داخل الفريق هناك كذلك لاعبين لم يلتحقوا بالتداريب حتى توقيع العقد يوم في بداية واحدة سعود بالتالي تسعة عناصر أساسية لم تكن مهيئة بشكل جيد لخوض الدوري استضمت بإشكال منع الجامعة للفريق من الانتدابات هناك عشرين لعيب وكاننا فيهم أربعة الإصابات كان مقابلة لم يكن لدي فاتح حريس لعبنا بحريس الشوبان هذه هي إشكالات كثيرة الأزمة المادية لا نتحدث عنها لأنها الأزمة المادية عامة لا نتحدث عن الأزمة المادية لأنه في المواطنة يتحدث عن المواطنة مادية خانقة حققنا نتائج إيجابية ولكن مع مرور الدورة بدأت من الدورة السبعة ثمانية بدأنا نتحدث عن نتائج إيجابية حتى لدينا المركز الثاني وقدرنا أن نساعدهم ولكن ساعدنا ساعدنا بمشاكل ساعدنا بأزمة المادية كبيرة ساعدنا بلاعبين في نهاية العقد في سنة واحدة بالتالي كانت مشاكل كثيرة لكي تحافظ على هؤلاء اللاعبين هؤلاء اللاعبين يجعلون معك واحد الأهداف حقهم معك هدف الصعود لم يكن مستطر نهائيا ولم يكن مستحق هؤلاء هؤلاء أشكالات التي أطروا علينا وهؤلاء الأشكال التي كانت عنهم في سنة واحدة المسير له إكراه طبيعا ولكن الضغط الذي يكون عند الخصوصيات السلبية السلبية جدا أن لم يكن هناك تقييم حقيقي الإمكانيات النادي في القسم الإنسان أي جمهور أي فارق يطالب بالصعود وليس له بإمكانيات حتى البقاء في قسم الإنسان الإنسان نعم صديقي مراد مشاكل بالجملة فؤاد سواء في القسم الوطني أول أو القسم الوطني الثاني تسعة مدرمي كما قلنا في البطولة الاحترافية الأولى وتسعة في البطولة الثانية يعني موضوع دائم الحضور في الكرة المغربية المشكلة يبدو جوهريا فؤاد ليس له علاقة بإمكانية المدربين بل بإمكانية الأندية ومعرفتها أو استراتيجية في التعاقد وأيضا معرفتها بإمكانيتها ماذا نملك وماذا نريد نعم ماذا نملك وماذا نريد على أين كم أذكر ينسي فوزي جمال أن هناك غياب استراتيجية هناك غياب برنامج عمل على المدى الباعد يعني التعاقد مع المدرب كي يأتي كحالة استعجالية المدرب يأتي في الغالب كرجل إطفائي يخمض النار المشتعلة وكأن لديه عصى ساحرة مدرب المدربين طبعا الحال كل واحد الكفاءة دياله كل واحد التصور دياله كل واحد استراتيجية ديال الأعمال دياله لكن كفريق مثلا في وسط الترتيب عندك مجموعة عندك 24 أو 26 لاعب واش غي يجي مدرب غير العقلية ديالدك اللاعبين واش غادي يجي غاية غاية لاعب غاية يطور الاداء دياله بين ليلات وضوحها هذا الشيء غير غير معقول وغير يعني قابل للتصور ربما تغيير المدرب البحث عنه دياله خلق دياله مكان نقوله دياله شوك بسيكولوجيك بالنسبة للاعبين أنك يجي مدرب ربما بعقلية جديدة يمكن يعطي يعني الفرصة للاعبين آخرين يمكن يحفز لعبين آخرين ولكن في نهاية المطاف هو كي يشتغل بدك شي اللي يعطيه تعطيه توابل ربما غاديش تعطيه ما تعطيه ما تعطيه دولي ديرك سكسو بجوش خدرات ما يمكنش خصوك نقوله باش يعطيك واحد وحد فارق متكامل خصو اللاعبين خصو المنهجية العمل خصو الاستقرار خصو يعني ضروف الاشتغال لما أنت كتجي ولاعب ما عندوش المستحقات دياله بأي يعني بأي يعني بأي عقلية بأي تحفيز بأي يعني يعني بأي إمكانيات هذا اللاعب غا يقدر يعطي يعطيك في الميدان أو ليست حتى يستوعب يعني ربما الخطاب ديالك أو التكتيك ديالك فبالتالي هو كي يبقىنا شخصيا كانت هو الغياب ديال المسؤولية تلقى على عاتق المسير أولا وقبل كل شيء للأسف الشديد للأسف الشديد يعني عبد الله أنما نلاحظ أنه في العديد من الأندية والغالبية العظمى هناك سياسة المسير التسير الوحيد يعني رئيس الفريق هو الذي يبلغ القرار يعني هو الذي يخسر المدرب هو الذي يقيله بعد أشهر كلام صحيح صحيح مئة في المئة قبل أيام يعني صراحة عندما أقل فريق تسع تقيد المدرب المديحي سمعت رئيس الفريق المفروتي في اتصال هاتفي مع إحدى الإذاعة يقول بأنه أقال المدرب المديحي لأن مديحي قال كلام نيجب أن يقال في وسائل ولكن أيضا لأن مديحي أخطأ في إشراك بعد اللاعبين أنت كرئيس هل أنت يعني رئيس المكتب إداري أم أنت رئيس جهة استقنية حتى داخل في المهام نعم وهذا هو المشكل الكبير مشكل كبير بالنسبة للأندية المغربية حتى في القسم الأول أو في القسم الثاني الأندية اللي عندها مكتب مسير يعني مجموعة أشخاص لكي يتأخذوا قرارات يعني الأندية تعد على رؤوس الأصابع عاد ذلك عاد ذلك شوف أي نادي بلا من ذكروا أسماء وبلا من شوفوا قسم الخارطة دي الأندية كيف أن الرئيس هو الذي يختار المدرب ثم كما ذكرت هناك هو من يختار اللاعبين كيف بالله أنه ستجيب الرئيس هو الذي سيختار لك لاعب وأن ذلك المدرب مجبر على أنه يلعب بذلك اللاعب وهذا مسألة يحتفى مثلا بالنسبة للفريق كبير كفريق الرجاء البيضاوي كنشوف مثلا المدرب السابق الشابي أنه ما وافقش على مجموعة من التعاقدات وكنشوف الحالة في الفريق أن مجموعة من اللاعبين لتم التعاقد معهم في بداية الموسم سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات هي المشكلة الأكبر من ذلك فؤادي أن هناك حتى في الأندية الأوروبية الكبيرة هناك يعني رؤوسة يفردون أسماء بعيني وإن كانوا يفردون أسماء كبيرة لا أربما لا أتفاق معك عبدالله لأن الأندية الكبيرة عندها استراتيجية وعندها مدير تقني لما نتحدث عن الأندية الكبراء ما يمكنش لابا فلورنتينو بيريز غادي جيب غا يقول لك أن البارسة فؤادي البارسة أو لا أولا بيلي لا حتى كوتينيو لا لكن هذا كانت هذه المكسب موسى ديال لجنة تقنية مرة ما كانش بارتومي هو اللي جاكل اللي مريد هذا اللاعب هذا هو المشكلة لنا نحن في المغرب هناك مباركة أكيد لرئيس كل نادي أن أعود إليك جمال فوزي حول ظاهرة إقالة المدربين في الكرة المغربية نسمع بأن مدرب ما أقيل اليوم ويوم غد يتم التعاقد مع مدرب جديد ما هي المعايير في نظرك التي يرجع إليها رؤساء الأندية أو المكات المسيرة من أجل التعاقد مع مدربين بسرعة البرق كما يقال بكل صراحة يعني كل الفريق عنده واحدة سبيسيفيستي ديالو يعني احنا شاهدنا بعديد من المتدخلين في هذه المنظومة يعني كان لرزو سوسيو اللي يرجع عندهم تأثير كثير يعني الفيسبوك والانستغرام رجع عندهم تأثير على الفرق لأنه يديروا ضغط على المسير والمسير من يشوف بأنه يبوكو تكريتيك انفير لكيب يعني كان يقال بحل الوسيلة الأولى وهي إقالة المدرب وكيكونوا ما ديجا هاي الريزول سوسيو كيعطيوا دي بروبوزيشون تعلنون تعدي جور كيين حتى الميديا دي جورناليس اللي كي لعبون دور كبير في هذا الشي يعني كل الفريق عنده واحد ولا كيكون واحد مثلا المسيرين اللي كيكونوا مؤترين داخل الفريق هما اللي كييي بروبوزيو ديناو أنا غي كنقول بأننا أحنا خضرنا على مشروع حنا ما كان عمناش بمشروع يمكن أن يكون مشروع تجلب منفجر الانترينير الانترينير بين الناس. تجعل الوقت لأنه لا يجعل يوضح الوقت لن يجح في قصيرة المداخس. تجعله في مجتمع في مرحلة مرتوعة. لا تجعل الوقت لتنجح. المدريب لا يجعل النتائج. المدريب يجعل أن يصبح مجتمع الناس. يجعله مجتمع الناس. المدريب يسألون أن هذا البروجيت يوجد بشكل جواري نحن نرى في أول سنة، ونظن بأنني أريد أن تتكلم عن هذا الشيء قال بأنه ضبور لا تقوم بالتعامل يعني ستخذي في سيل بغميتران بروجيت وحاجة أخرى لا كانش اختيارات متاع اللاعبين أو في بعض الأحيان لا تقدش تجيب العابة لأن هناك إزمة مليا ودى بصيرتوه لذيكيب اللي عدنا في المغرب 91% يلغي بومبا وكي يتشارج يعني لا تقدش ميم باد ريكريتي سمعت ذلك مثلا ستاد الفورق في قاس موطنية أول اللي لم يقدروا يقتطبوه ورام أنهم مشاكل يعني عندهم مشاكل ونبو في الرزولتات يجب أن تكون جوار اللي قبلة كانت دو ميطودي إما تكون ريكريتي إما تكون استمرارية ما تكون استمرارية كان يكون ريكريتم لأن الفريق ديالك تكلاسة برميلي سنك برميلي سنك برميلي سنك برميلي سنك برميلي تجيب واحد ثلاثة أو أربعة للاعبة ما تكون كلاسة 13 أو 14 أو 15 يعني خصك تغيير واحد أو لا يخليوا لك الوقت باش تشتغل نحن في المغرب نحن لا تترك الوقت وفي الاختيارات كتكون اختيارات ارتجالية وكيكون في الساعة انشواد الننترينير لأن الفيسبوك يخضر عليه ونحن شفنا دبابي أنه يتكتير كثير مع هاد الاريزو سوسيو على مسيرين الفرق لأنه يقول لك ديركتما يقول لك إنتا أخو يا الله إليك تشتغل ولكن ما عندك شهر راحنا غنشوفو شي وحي مدرب آخر ترسكر على الفيسبوك ما بغاك شاكويا مكين لا استراتيجي لأولو سوف نمشي لضيفي في مدد فاس مراد فنح مراد هناك من يضع المدرب في قفص اتهام يقال بأن حتى المدربين يساهمون في وضعياتهم الحالية مدرب يتعاقد مع فريق يعلم علما يقين بأنه ليس لديه الإبكانيات لتحقيق الأهداف المسترى ورغم ذلك يتعاقد مع هذا الفريق طبعا نتحمل المسؤولية هذا سؤال جيد جدا ولكن المدرب لازم عليه أنه يشتغل ويدخل في تحديات لأننا هنا في البطولة المغربية ضروري أن الوضعي تتشابه وبالتالي إلا ما تشتغل وتأخذ واحد تحدي لا تشتغل ونحن المهنة الوحيدة هي مدربة بعد التزام اللعب والتكوين لأننا نحن مدربين في كورات القدم بالتالي أنك بشتوصل مثلا الأخ فوزي تكلم على الأندية هذا ما يقول أن فوزي جمال أو ريدا حكام أو الدراريقاء أنهم مدربين بالعكس مدربين في المستوى العالي جدا ولكن لم يلتحقوا بأن تتوفر على إمكانيات التي تجعلهم أنهم يديروا أحد المشروع وتكوين مشروع فريق قوي بالتالي المدرب لأننا نقوم بعمل مدربة كما قال سي جمال هؤلاء المدربة لأننا نقوم بعمل لأنها تتوفر على إمكانيات لكي تجعل لعباً لتفوقين داخل الدوري لكي تلعب على المراتب الأولى هنا في كل فترة الآن نرى واحدة ضاهرة في القيس الموطني الأول إذا كنت ترى المستوى العام الآن ترى الويداد الراجان بشوية وكين داب الراجان وبركان الفرقية أخرين وادخر بالتالي كنت تفاوت تفاوت في المستوى أما بالنسبة للأندي الأخرى كلها مستوى دي له جداً متقارب جداً نعم أرجع ل نقطة المهمة لأسي جمال هو قضية للفيسبوك والضغط الذي يتمارس على المسيير في الفيسبوك أصبح الضائرة المسيير يقول لك من يريد أن تفاوت لك يقول لك هذا الضغط الفيسبوك أكترية الصفحات الفيسبوكية الآن تنتمي إلى وسط في كرة القدم هذا المعروف يمارسون الضغط عن طريقة الصفحات وهم وراء الصفحات تلقى ملصف ووكيل لاعبي هنا تضارب المصالح لا يصبح محباً لا يصبح محباً ويمارس مهنة وكيل اللاعبين مشكلة كبيرة نعاني منه أصبح نتعرض الاتهامات أصبح المدرب دائماً أنه متهم بجلب اللاعبين حتى أن تفشيل عندي لمفروض أن تجلب لاعبين كثيراً الغدلية ستبقى في فيسبوك ستدخل في اللاعبين مشكلة كبيرة سأعود إليك مراد بكل تأكيد موضوع غريب وعجيب فؤاد مراد فرح يقول بأن هناك صفحات فيسبوكية تهاجم المدرب إذا لم يقم بإشراك اللاعبين معينين حتى المدرب وضعوه في البطولة المغربية عندما تسؤل النتائج الحل السهل كبش الفداء هو إقالة المدرب نتائج تحكم يعني أحببنا أو كرهنا أن النتائج هي التي تحكم في مصير المدرب على الصعيد العالمي يعني هذه مسألة طبيعية نفتح معك أحد القوصة سي فؤاد أكيد بأن النتائج هي السبب الرئيسي لبقى المدرب من عدمه ولكن فريق يعني متواضع في الإمكانيات والنتائج ليس له إمكانيات الصعود مثلاً أو حتى لعب أدوار طلائعية ويغير كل سنة المدرب مرة أو ثلاثة ورغم ذلك هو ذاهب في نفس السياق يعني كل عام كي بيضل المدرب جولة لصد المرات يعني كيقوش مع عمله ربما الخطأ مكيش في المدرب كي الخطأ فيه أنا كمسير أو في اللاعبين أو شيء آخر أنا رأيت لك الخطأ في المسير أنا شخصياً كانت بالخطأ لأنه أولاً عليك أن تختار الشخص المناسب للمكان المناسب الشخص اللي كتشوف أنت أنه أهل أنه يقود لأنه لما نتحدث عن فريق متوسط أكيد هناك لعبين متوسطين لأنه عندك يعني المسائل المالية باش تجيب لعب كبيرة خصك موارد مالية اللي تكون كبيرة اللي تكون عندك الموارد المالية محدودة فأنت كتعتمد على لاعبين اللي طبعاً يكونوا المرضود ديالهم متوسط تحددتي في الأول على الدورة أنا كنقول أن النتائج اللي كتحكم فبالتالي المسير أولاً يفكر في نفسه قبل ما يفكر في الفريق أو في هذا المدرب يفكر أنه يحافظ على المكان دياله كرئيس ويمشي أطول مرحلة ممكنة وعلى أي وعلي حين من الأحوال هو المسؤول الأول على الفريق وهو اللي يخصوه يوجد الحلول لما تسوء النتائج فبالتالي ما يمكننا أن نبدله فريق بأكمل وما يمكننا أن نبدله 26 يعني لاعب وما يمكننا أن هذا الرئيس من ذاته سيستقل يقول لك كثيراً ليس قد المسؤولية وإن ربما هذا هو المرغوب فيه لأنه لما أنت كربان ديال الفريق أنت هو القائد ديال الفريق أنت هو الرئيس لأنك ذلك تختار المدرب وكتعطي الصراحية للمدرب أنه يختار مجموعة من اللاعبين أو لح تحدد مشروع الآن كنشوفه فرق اللي ربما كتمشي كتحلم أكثر من الإمكانيات ديالها هذا أيضاً إشكالية أنا كفريق ديال فريق متوسط كنحلم أنني نمشي بعيد أنني نمشي نشارك منافسات قرية إلى غير ذلك فبالتالي حتى ثقف الآمال ثقف ديال اللي كتعطيه الجمهور بعد أحيان فرق اللي كتبيع الوهم للجماهر ديالها وبالتالي فهي كتبيع الوهم وبالتالي لما كتسوء النتائج الرئيس كيفكر في نفسه كيفكر أنه يبحث يبقى يعني في كرسي الرئاسة وبالتالي كيتاخد قرارات حتى أنه لما تم الحديث عن استجابة لدعوات الفيسبوكية وإلى غير ذلك هذا يأتي من باب إخماد نار غضب الجماهير فأنا التفكير ديالي باشي الفارق تفكير في الكرسي اللي نجلس عليه خسني نبحث على لما أنك نغير مدرب مهما كلفاني ذلك من ثمن فأناني كنحاول أنني نحافظ على المكان ديالي واحترر هذا الفرق هذي ما كيكوش عندها مشروع ديال أربع خمس سنوات اللي غن ديال موضع تيقاف مدرب وخلن نزل للقسم الثاني ماشي مشكل ولكن إلا عندي مشروع حسب الإمكانيات ديالي وهي شي كنشوفوه يعني في بلدان أوروبية كبيرة كين فرق اللي كتكون عندها إمكانيات محدودة فكتتماشى مع الإمكانيات ديالها بطموحات مختلفة كين بدأ غير هدف يعني كين بدأ مثل الفرق صغيرة للهدف دياله وتكوين كنشوفوه هدف في إسبانيا فرنسا إيجلات الراكم فرق صغيرة للهدف دياله وتكوين اللاعبين بيع اللاعبين يعني على الأساس أنها تحافظ فقط على الاستقرار ديالها المادي والاستقرار ديالها على المساوى النتائج هناك أيضا صديقي فؤاد فرق في المغرب يعني حافظت على المدرب ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية الأمر بطبيعة الحال يتعلق بفريق الشباب الريدي السلمي الذي يدربه المدرب الحيمر لسنوات طوال حق معه الصعود الآن هو من الفرق القوية في بطولة القسم الواطني الأول جمال الاستقرار الفني بطبيعة الحال يؤدي إلى استقرار وتحاسف النتائج بينما التغيير الدائم يجعل الفرق تدخل في مرحلة فراغ وإن كانت هناك ما قلنا سابقا صدمة التغيير إلا أن دائما وأبدا النتائج السلبية هي العنوان البارز للأنذية التي تغير المدرب بطبيعة الحال إلا بغينا ننجحها واخصنا الوقت تيني ببا كونستويغ في واحد اللي تنكوخ إلا ما كانش عندك الوقت ركما تقدش نجح أعطيتي مثال بسيط وهو أنه سوالم لحد الآن أكثر من تسعة سنوات بنفس المدرب اللي يقوم بواحد العمل جيد زمي الحمر ونحن نرى صعدهم سنتين إلى ثلاث سنوات متتالية وهما في القسم وطني الأول الآن يعني الحصان الأسود للبطولة ورجعوا بنفس المثال إلا أخذينا مثال جديد السنة الماضية المدرب كان يعاني يعني الفريق كان يعاني مأزمة نتائج قاوضوا محتفظين بالمدرب هذه السنة النتائج إيجابية مع السيبن شيخة لماذا؟ لأنه يسيغ إلى ما كانش عندنا الوقت الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول هو أن في بعض الأحيان نتحنا المدربين قد نكونوا ما نكونش في المستوى نتاع هذه المهمة أخذنا نكونوا صارحين مع السنة ولكن إلا كانت الأمور يعني نتاع الفريق كل شيء متاحة نتاع النجاح أوكي ولكن إلا ما كانش الأمور نتاع باش النجاح مفرع والمدرب كيكون يشتغل كي يشتغل بطريقة جيدة وبشاهد المسيرين والمدربين واللاعبين كيقول لك بأننا جميع أن نتخين أخكم سا ويأتي لأنه كانت أزمة نتائج لأنه ما عندكش نظن بأن السمورات قالها قال بأنه باش تنجح خاص يكونوا الإمكانية البشرية هي اللولة يعني كان اختيارا إما كما قال صحفي دينا قال بأنه إلا بغينا نبنيوه خصنا يفو ديفلوبي دي جوار دي جوار دي جوار يعني نبنيوه باش نوجدو واحد فريق خوي يعني يفو دي تون يكون بروجي نتاع فرقة ولا خصنا لاعبين جاهزين يعني جاهزين مثلا الرجاء والويداد اللي عندهم دابا واحد القروب تخيز اطوفي يعني كنت قلت للأشخاص في الويداد قلت لهم كنت باغي لتروازين مجوار كي نجو با تيطولير مع الويداد وكنت غادي نجيبها يلعب عندي تيطولير علاش لأنه كيندو لاكاليتي وكيكون عندك الاختيار مما كيكونش عندك انقروب اطوفي كيكون عندك خمسة تيطولير يعني كتو ديفلوب آن بروجي باش تقدر يعني تتمنع ما تقدرش تلعب الأدوار الطلعية وهنا لكي تكون بعض الأحيان لكي تكون لكي تكون عند الببليك لأن الببليك من حقه كيبغي الفريق دياله يبغي يشوفه في المراتب الأولى ولكن الإمكانيات البشرية اللي عندك والإمكانيات المادية والإمكانيات اللوجيستيكية ما كيناش بعض الأحيان المدريب كيطلب كيطلب غير لجوارنتا يكونوا باية أطن ويكون عنده الإنستالات الإنفرارستركتور في نيترين ويكون عنده لا يوجد الملعب في نيتريني نحن نقول لن تتعبد بجني كانت تريولوجيا كانت الإنفرارستركتور والحكام الجيدة يعني لديك الإنفرارستركتور ستورتي يعني العديد المدن لا تستمع إلى الـ 21 والـ 21 أو الـ 26 اللي لديهم الإمكانيات التي تقدر تعمل زيد عليها الزيارات التي نحن لم تستمع لدينا الكثير من 3 أو 4 الفرق وزيد عليها الموين الفنانسي الموين الفنانسي لدينا الكثير من الأزمة خانقة وحال البولدونيج تكون غادية وتكبر حتى يصل إلى الوقت لا تقدش عليها ونرى مراكش ونرى مكنات ونرى الفرقين ونزلون القسم وطني الأسفل ونزيد على هذا الشيء ونزيد على الهتمام ونزيد على الهتمام ونزيد على الهتمام تختار المدرب مسألة إمكانيات وأيضا مسألة حاكمة جيدة أعود إلى ضيفي في مدينة فاس مراد عندما نغير مدرب في كل مرة نعطي رسالة مفادها بأن الكل قام بواجبة باستناء المدرب وهذه الأمور ربما تساعد أو تساهم في كثل اللعبين لأنهم يعتبرون أنفسهم قدموا ما عليهم والخطأ أو المسؤولين يتحملوا المدرب فقط؟ مرحباً مرحباً بالنسبة للتجربة في القصة المواطنية والإشكال والنوعية اللاعبين التي تعملوا معهم في القصة المواطنية الآن ضروري أننا نحن المدربين نستعملوا واحد البروغرام من المدربين التي تعملوا من المدربين من المدربين لمن المدربين إنه قاعد يعمل معها ممثلة التأكسي وممثلة التكتيك من الممثلة مكتبا لكي تجد تفقص الوقت كبير يجعل التكتيك باللعب إلى الت��ك الذي تجد من الممثلة، لأنهم تلك التركة هي الطريقة لأنهم لا يتمكن لديهم تلك التكتبائية بالتالي نظن أن العقلية للاعب هذه القسم الموطنية الثانية صعبة مثلا أنا صادفة في ودد الرياضي الفاسي في الاجتماعات تقنية مع المكتب موسير دائما يكون الاجتماعات أسبوعية واحد الأسبوع فشؤوني بأن يمكن أن نتائج لا يوجد أسباب إصابة كثيرة لا يوجد لعبين في بعض المراكز لا يوجد لعبين في بعض المراكز قالت لا راكين ببعض اللاعبين تشكوننا تكتيك ببعض في سيئونس وفيديو وفيسيونس ولا تكتيك لا يفهموش ولا راكين ببعض مثلاً تورو ومشاركة ومشاركة صافية بالتالي أنك كنت تعمل بشكل احترافي مع هذة اللاعبات تجد معها مشكلة نعم مرادة مشاكل كبيرة فؤاد نقول يتحمى المدرب شيئاً ما بين المسؤولية لكن إذا لم نوفر له لعبين من مستوى متميز لا يمكن أن نحاسبه على أشياء هو ليس قادر على أن يدخل للملعب ويسجل بنفسه سنواصل فؤاد لكن لنتابع تصريحاً لأسامة غريب اللاعب الذي حمله قمص العلم الأندية المغربية وتوجه بالعلم القاب غريب سألناه عن حدود مسؤولية المدرب في حال غياب النتائج الإيجابية فكانت الإيجابة على الشكل التالي المدرب هو الشجاع فهو يتحمل مسؤولية ولكن اللاعب توا عنده حد مسؤولية التي تهيئة كبيرة لأننا بالأخص فضل الدورة العربية لا تختلف لا تختلف لا تختلف لا تختلف في تشكيلة المنتخب الوطني ولكن يبقى على العموم فهو اللاعبين الذين يأخذوا المقابلة الجزائر لا تختلف بالرغم أنهم يريدون أن يكونوا بعيداً لأن المدرب تغير الخطة في نهار المباراة الجزائر ولكن لا تظن أنه شيء لعب سيأتضبط لك مع حد تاكتك و سأتجلبوا نهار المباراة إلى الجزائر و ستبدل و سيضخ أو لا يريد أن يطبقوا لك لا يريد أن يطبقوا لك هذه الخطة و هذا الحالة التي نرى بالنسبة لي في أي فارق فهو تحمل المسؤولية فهو يكون مشارك و أنا بالنسبة لي فأنا نرى أن اللاعب تتحمل عنده جزء من المسؤولية وبالأخص تكون أكبر ومدرب طبيعة الحال فهو الشخص الذي يخسر اللاعبين و الشخص الذي يكون عنده مسؤولية كبيرة في الفارق فهو تهوى عنده جزء و أنا بالنسبة لي فأنا نقول الاثنين التي تتحمل المسؤولية اللاعب والمدرب فؤاد مسؤولية مشاركة بين المدرب واللاعب يقول أسامة غريب ولكن أذهب معك فؤاد للزاوية أخرى من النقاش نتحدث دائما عن أن عندما تسأل نتائج مكتب مسير ما يقول بأنه يمنح المدرب فرصة أخيرة في ظروف نعلمها جميعا في غالب الأندية المغربية عندما تقول لمدرب عندك فرصة أخيرة إذا لم تفوز ستغادر هل لهذا المدرب الثبات النفسي والعاطفي والإمكانيات من أجل أن يواصل المشوارك و رب حتى عمل المدرب عمل صعب لأنه حتى التحكم في المجموعة بعض الأحيان يعني المدرب يكون مختار مجموعة من اللاعبين الذي يعطيهم صفة الرسمية في المباريات يعتمد عليهم هناك مجموعة من اللاعبين آخرين في دكات الأحتيات والذي ربما بطريقة أخرى هم غير رادون على البقاء ديالهم في دكات الأحتيات مثلما لما نتحدث مع التكتلات أو لحتى بعض اللاعبين الذين يحفروا المدرب باش يصارعوا بالإيقالة دياله باش تتحلهم الفرصة أنهم يلعبوا هنا في أن يكمون دكاء المدرب في طريقة التعامل لأن التدريب رمشيء والكورة في الملعب فقط أو إعداد خلطة ضبط المجموعة التحكم في اللاعبين الحوار الذي ستنهجون مع اللاعبين أنك ربما في حالة من الأحوال ستعطيه الفرصة لهذا اللاعب أنه يبرهن على الإمكانيات دياله وإذن حتى المدربين كان الله في عونهم ثم ربما ما أنتقدش المدربين لكن ما قال مراد أنه المدرب لما تجيك تعطيه كيت تصل به وإحنا كانوا مجموعة جيش عرب رم من المدربين لكي لهم يعني في عيطالة وإنك نعرف أن مجموعة المدربين لمكونين يعني عندهم ديبلوم مثلا فيفا أول وبقي ما تعطيتهم الفرصة مثلا أنهم يشرفوا على فريق من القسم الأول إذن لما تجيه الفرصة أو لما تجيه دعوة أنه يقود فريق وخيكون هذا الفريق يحتل مركز الآخر ويعني يحتل وهناك نشوف هذا شيء مع فريق سريعوات زمنه غير مدربين المدرب الثالث لما تجي تعطيه يعني كتعرض عليه الفريق يقبل بهذه المهمة ويعلم أنه يقول لك أنا سأحاول لأنه لا يستطيع عاطل عن العمل إذن احتل مدرب أحيان عليها أنه يختار ولكن لا يستطيع لا يستطيع مسألة فؤاد لدينا علاقة بالعرض والطلب يعني لدينا تقريباً 500 ترخيص في المغرب ولكن 33 فريق فقط وشفنا وعنا مشكلة آخر فؤاد يعني جميع المدربين يكونون مدربين لا يوجد مدرب حراس بأجرة محترمة أو مدرب الفتيان بأجرة محترمة شفنا مثلاً غير غير واحد النقطة إنه فهد مثلاً المدربين الذين رجعوا الآن أو الذين تم تعاقد معهم هم كل مدربين الذين كانوا سنة ما قبل الماضي لما نتحدث عن عبد هدي السكيتيوي لما نتحدث عن مدربين آخرين الذين جاءوا للقسم الأول عن مدرب جمال سلامي فريق الفتحة الرباطي مدرب واحد لتعطته الآن الفرصة أنه يدرر في القسم الأول لأول مرة هو هلال الطير الذي يشرف على فريق البلودية الوجدية عادة ذلك حتى نشوف الفرق ديال الدراجة الأولى لم تتشجعش المدرب المدرب ديال بيان مينيك مثلاً ما عندهم من عام؟ عندهم تقريباً 37 أو 38 سنة بدأت تدريب يعني كمدرب في سن الثانية والثلاثين مع فريق ليبزي كلام تخني الداكرة فهنا حتى شجعت للرؤساء أنني نجيب مدرب لنشوف فيه مستقبل مكيناش ما نعطيش فرصة جوارديولة في 40 عام كانت دا جميل القبل ممكن سنوصل صديقي فؤاد لكن قبل ذلك سنتابع رأي الجماهير المغربية في موضوع حلقة اليوم وحدود مسؤولية المدرب نتائج السلبية لأندية البطولة الاحترافية في فقرة الكلمة للجمهور موتير للاستغراب هو الإقالات في صفوف المدربين للمغاربة هذا أمر طبعا مزعج يخلق الكثير من المشاكل للمنظومة الكوروية المغربية يفسدوا الموتعة والفرجة بزفد فرقي كيكونوا تسير ديالهم ماشيوا هادك وكتضر الحاجة ولا نتائج كيولي وماشيوا هادوك كيقولوا المدرب المدرب ماشي ولي كيكونوا استيرا المدرب يجعلون خطات وماشيات المسائل المسائل على حسب التجربة وماشياته ومشياته 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 وكي نسبق المدرب كي تكون نتائج سلبية ومشياته لأندى المسؤول هو أضعف حلقة ومشياته ومشياته في الانديا نضحيه بالمدرب لأنه لا يوجد من مجموعة ومشياته ومشياته ما يمكن أن نقولك هو أنه ستكتبوا مدربين أجانب لقد أعطوا إضافة البطولة الوطنية نقدرون أن نرى تاكتيك واحد آخر نقدرون أن نرى لعب واحد آخر مغاية للك اللعب التي تحفظ بزاف للبطولة الوطنية سيما أن نرى مدربين إنتاج المدربين أخرين كانوا تلعبون في فريق أو كانوا مساعدين المدربين الوطنيين وصبحوا تمام مدربين يجب أن نتشبت بمشاريع رياضية فيها الاستمرارية وعندنا نموذج يحتدى به هو الحيم الرفقة الذي شباب الرياضي السولم مدة طاولة وهو يضرب هذا الفريق يحقق معاه نتائج إيجابية في أول موسم من الصعود يحقق طفراء نوعية الاستبارية مع وجود الإمكاريات هي السبيل الوحيد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية نتمنى أن تزول هذه الظاهرة أو أن يتقلص رقمها السنوي في كل موسم هناك الكثير من الأسماء يعني تقال في وقت مباكره وما يؤثر على جودة أداء والنتائج الأندية المغربية نفتح ملف السوبر الإفريقي المواجهة المرتقب بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفريق الأهلي المصري أبدأ معك فوز جمال يعني مباراة بين فريقين من القوى التقليدية في الكرة الإفريقية صحيح بأن الأهلي نادي القرن يملك عشرة ألقاء في دور أبطال إفريقيا يملك سبعة في كأس السوبر لكن بدوره فريق الرجاء من القوى التقليدية أيضا وحتى عندما يكون يعني لا يمر بأفضل أحواله يحق ناتة إيجابية ولأن العبرة والمثال هذا الموسم عندما توجى بكأس العرب وأيضا بكأس الكافر ورغم أنه لم يكن يعني يملك كل أسباب النجاح هذا الموسم بكل صراحة مقابلة شوية صعبة ستكون صعبة على الرجاء أفضل يعني عديد من الكاركترستيك يعني نظن بأن مدرب جديد مارك ويل موت اللي ما عندوش تجربة في الأفريق هذا أول مشكل المشكل الثاني هو أن الرجاء في هذا المقابلة الأخيرة اللي لعبت مع حسين تاقادير بنت بواحد الوجهة شوية جد متواضع ولكن احنا كنعرف الرجاء وكنعرف الرجاء بأن يعني سين كلوب موندياليست كلوب اللي كي يسادبت مع واللي يقدر اللعبة ديولو يقدر يفاجأونا ويعطيونا واحد المرضود يكون جيد ولسيما كونتر الأهلي الأهلي اللي ومعروف في أفريقيا سين كلوب كي تاوى من أحسن الفرق لأفريقيا ولكن أنا بكل صراحة نتمنى باش تكون الرجاء في يومها لأننا نحتاجين باش تكون الرجاء في أعلى مستوى باش يقدروا يفوزوا في هذا المقابلة نتمنى توفيق لفريق الرجاء البيضاوي نعلم بأن كان هناك لعبين للفريق البيضاوي شاركوا مع المنتخب المغربي في الكأس العربية وظلوا هناك في قطر في انتدار التحاق فريق الرجاء بالديان القطرية الفريق صفر بالفعل ووصل أمس للعاصمة الدوحاء الحديث طبعا هناك عن ثلاث لعبين عبدالله الحافذي اللاعب النهيري وأيضا الحارس أنس ديتي في المقابل مراد يعني فريق الأهلي المصري يملك سبعة لعبين مع المنتخب الأول الذي أنهى كأس العرب في المركز الرابع بعد هزيمة ياما المنتخب القطر موجهة ستكون صعبة بين فريقين قويين لكن فريق الأهلي هناك من يقول وخاصة الصحافة المصرية تقول بأنه الأفضل على الورق إن لم تكن هناك مفاجأات صحيح فريق أهلي فريق قوي ولكن سيواجه كذلك نادي الرجاء الرياضي يكبر دائما في النهائيات ويقدم مقابلات كبيرة جدا للأسف الرجاء متال الحي على الموضوع الحلقة اليوم هو الإقالة للمدربين أنا لم أعرف ما هو المعايير التي تأخذها المسيرين للرجاء الرياضي بإقالة سعد الشابي خاصة أنه مدرب لحقق ألقاب رغم أن الأداء لم يكن مزيدا في بعض المقابات ولكن كان غادف واتية تصعودية مارك ويلموت مدربي يفتقد للتجربة وكذلك للإنجازات على صعيد الأندية مقابلات تكون صعبة ولكن مثل هذه المقابلات تكون محفزة بالنسبة للعب لإعطاء ما يكون في جواب في هذا اللقاء أظن أن الرجاء ليكون لقمس أغالي الأهل المصري رغم قوة الأهلي العدل الكبير للاعبين أهلي داخل المنتخب ضروري سيكون عنده بعض تباعات على المرضود البدني لللاعبين يوم المقابلة خاصة هناك إصابات داخل النادي الأهلي كنظر أن النادي الرجاء الرياضي سيكون في يوم المقابلة في وجه العطاء وانتمنى أنه المغرب والجمهور الرياضي اللقاء السوبر الإفريق هذا ما نتمنى مراد فؤاد الرجاء حتى في أحلك الظروف شاهدنا قبل سنوات آخر لقب توجبه في كأس السوبر 2019 أعتقد لم يكن في أفضل أحواله وتوجب اللقب على حصة فريق التراجي الرياضي التونسي الفائز نداك بدور أبطال إفريقيا الرجاء لا خوف عليه وإن كنا هناك تخوف صراحة من وجود مدرب بلجيكي لا يملك تاريخا يذكر صراحة في القرى الأفريقية باستثناء يعني تجربة صغيرة مع المنتخبة الإفواري لم تكن بناجح وأيضا تجربة بسيطة مع الأندية هناك في بلجيكا وأيضا في ألمانيا نعم ربما ما يمكن الاعتماد عليه حتى إلى المدرب يعني حديث التحاق بالإدارة الفنية لفريق الرجاء البيضاوي ربما الحظ يجب أن يكون بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي في خبرة لاعبه لما نتحدث عن ميتولي عن أنسزنيتي عن ناهري عن الحافظي هذو كلهم لاعبين اللي حقوا ألقاب في السنوات الأخيرة ربما ننتظر طفرة من لاعب فريق الرجاء البيضاوي أو رغبة في تحقيق الدات وربما أيضا حظ فريق الرجاء أن كما تكرنا سبعة لاعبين من الأهل اللعبوا مع المنتخب ربما نراهن على العامل البدني بالنسبة لهؤلاء اللاعبين لأنهم خاضوا لقاء الترتيب كان هناك أيضا خيبة أمل بالنسبة لهؤلاء اللاعبين لأنهم كانوا معولين على اللقب العربي كان هناك الهزيمة في الدور النصف النهائي أمام المنتخب التونس ثم أيضا هزيمة بضربة الترجيح أمام المنتخب القطري إذن نراهن على عياء هؤلاء اللاعبين بدنيا ودهنيا ونراهن حتى على رغبة بعض اللاعبين المنتخب المحلي اللي يبقوا في قطر لهم الناهري والزنيتي والحافيدي أنه الرغبة في إعادة نوعا ما الاعتبار لكرة القدم المغربية بعد الخروج المخيب للأمال منذ دور الربع النهائي إعادة يعني أو تعويض بلقب قاري جديد وكما ذكرت احتفى المواجهة أمام فريق الترجي في عام 2019 فما كان فريق الرجاء البداوي والمرشح أمام الترجي اللي كان عنده فريق قوي ومتكامل فريق الرجاء مش لعب المباراة في قطر وكان حينها حقق اللقب وذلك ما نتمنى لنصر الخضر بطبيعة الحال فؤاد الكل يعني مستأو يعني صراحة المتخوف من لمسة المدرب فيلموت مع الرجاء خاصة بعد المباراة هذه المباراة اللاعبين لأن حتى المدرب فيلموت يقدر لا يعرف القيمة لأنه يجي غير لعب ثلاث مباراة في البطولات ثم يلعب مباراة نهائية وحتى العام الأخر أن هذه اللغة التي أتير حول تقديم موعد المباراة ورغبة تقديم المباراة لأن المباراة مش هيدا حتى تقديم هذه المباراة في هذه الفترة بالذات واللغة التي أتير حولها يمكن أيضا يشكل حافز نقول معناوي بالنسبة اللاعبين أنهم يكذبوا كل تكاهنات وأنهم يعودوا بهذه اللقاب القريب بالنسبة الخزينة الرجاء والقرى المغربية نتمنى ذلك فؤاد ويكون اللقاب من الصيف فريق رجاء البيضوي شكرا جزيلا لك صديقي مراد فلاح شكرا عبدالله وتحية موصول الأخ فؤاد والأخ فوزي وجميع العمين داخل قناة شكرا جزيلا لك وشكر موصول للمدرب الإطار الوطني فوز جمال جمال شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم ضيوف الكرام وشكرا طبعا لزميلي وصديقي فؤاد الحنوي شكرا شكرا لك إلى هنا تنتهي حلقة اليوم مشاهد الكرام الموعد يتجدد بكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعن نفس القناة ميديان تيفي لنفتح ملفان جديدان من ملفات بانورا مصبور شكرا لحسن المتابعة في أمين اشتركوا في القناة